ما هو انا بقى هسألك سؤال فني اوي وانت بقى اللي هتشرحها لعشان النهار ده افرج على المباره كنت بسرخ انا حيسس ان كل كورة بتروح حالينا في بعطرة كده انا ده الوصف المناسب في بعطرة بتحصل في الدفاع مفيش تمركزات صحيحة كله مخدود مفيش ناس وقفة عارفة انا المربع بتاعي ده انا معلش انا بزود يعني ايو صح المربع بتاعي بحس فيه توهان ابتعدت احس انه الازمة مش ازمة افراد احنا يا جماعة كل حاجة احنا مخدود كل واحد ان احجاز النهار ده وعايز يقفل على واحد برجل اليمين رايح بالشمال برضه وبيحاول يتوقع مفيش وفي لغبطة اقولك اللغبطة مني اه من مباراة مصنبيك اللي غير متوقع وان التعادل وانك تتعادل في اخر دي او التعادل بضرب الجزاء وده غير المتوقع خلي بالك اهم حاجة في المدرب او في لعب الكورة السقة مهما كان هو مين صلاح قاعد فوق مخدود محمد صلاح قاعد على عصابه قاعد عمال يفكر في سينيريوهات غير اللي احنا كلنا عمالين يفكر فيه وبيفكر ايه اللي هيحصل لو لو المنتخب اتغلب ايه اللي هيحصل هو برضه نقطة انا اشوف برضه عدم السقة اشوف برضه بصراحة في جزء لازم الناس تبقى واخد بالا منه وهي بتيجي تتكلم وانا لوم صلاح فيه ولوم اتحاد الكرة فيه ولوم استرفيتوريا فيه والجهزة تبقى فيه ماينفعش انت هتلعب النهارده المبارأ وماينفعش اللي يتقالي مبارح في المؤتمر الصحفي او كلوب اللي قالوا ان التوقيت وحش ان صلاح هيسافر وان صلاح هيرق مش هو ده التوقيت انا هقول لك حاجة هقول لك معلومة وبعد كده كم الرائح طبعا هقول لك المعلومة انا قبل ما اخش على هوا مبارح اتكلمت مع الناس في المنتخب هناك تحديدا استاذ خير الدراندالي الرئيس البعث اجماعة طوينتوا ليه ما قلتوش قبل ما كلوب يقول وتحصل البلبلة دي قال لك احنا متفقين مع ليفربول ان احنا مش هنتكلم وهنطلع بيان بعد مباراة كابفيردي عشان ما حصلش اللي حراك بتقول عليه ده ما حصلش بلبلة فكلوب من نفسه قطيرا عائل والدليل ان ليفربول لسنطن عائل بيان دلوقتي هوا بعد مباراة كابفيردي الزبط هو كلوب مبارح اللي عمل لنا الدوشة دي كلها انا بقى هنا انا هنا كمسؤول كمسؤول ما احترام لكلوب لا منتخب مصر منتخب كبير ومحمد صلاح دلوقتي في منتخب مصر يعني القرار القرار انا اللي من عندنا انا اللي اقوله يعني انا لو انا مسؤول انا كجهاز طبي او جهاز فني او اتحاد الكرة لا الصلاح مش هتسافر مش هتسافر تكمل علاجك هنا خاصة ان احنا عندنا دكتور محمد ابو العلا على اعلى مستوى انا تعاملت مع بها في المنتخب وعارف وحتى في الفحص الطبي والتقرير قالك ان صلاح مدت غيابه هاخد مثلا ايه حوالي مثلا يعني اسبوع عشر تيام اسبوع عشر تيام يعني هو المطشين صح فبالتالي مع احترامي مع احترامي مع احترامي لليفربول خلي بالك دي حصلت على ما افتكر يعني حصلت مع زياش تقريبا يما كان تقريبا من حوالي ثلاث سنين كده حصل والمغرق واشعرف كان يا ربي فين شعرف كان في تشيلسي او فين ومع المنتخب وقالك ايه يجي يتعالج والمنتخب المغربي رفض فبالتالي لا انتهينا حتى لو كلوب غلطان حتى لو كان لازم رد سريع في الجزئة دي